اهلا بكم يا رب تكونوا بخير لأول مرة يشوفني انا ناتية عبدالعزيز النهاردة بقى هنعمل الترند الخطير الترند رمضان المكسر الدنيا المكشكشة بطريقة سهلة جدا مش هيخد مننا ولا وقت ولا مجهود ولا حتى تكلفة شايفين الجمال تحفة بجد يلا بقى نصلي على الرسول ما تنسوش بقى تكتبوا رأيكم في التعليقات وتعملوا شايل ورايك لو اعجبكم الفيديو شايفين الجمال شكلها وطعمها بجد رهيب تحفة حقيقي يلا بنا نبدأ اول حاجة كده نعمل الشربوت عندي كبايتين من السكر ومش هيفرق قوي ان السكر ريكون ابيض او سكر اسود مفيش اي مشكلة خالص وكمان معايا كباية ونص من المياه مش هنقلب ولا هنعمل اي حاجة خالص في الشربوت نحطه كده على النار لمدة 9 دقايق يغلي وبعد كده ننزل عليه بعصرة لمونة ورشة بسيطة من الفانيليا بعد كده بقى هنا هنعمل القشطة عندي كده كباية من الحليب وعليها معلقة كبيرة هرامية من النشا وتعات معالي كبار من الكريم شنطي ومعلقة صغيرة من الفانيليا هنقلب كويس جدا المكونات دي على البارد كده بالشكل انتو شايفينه ده وكمان هضيف معايا نص كباية من الحليم يعني انا كده ضيفت كباية ونص من الحليم عليها معلقة كبيرة هرامية من النشا وتلات معالي كبار من الكريم شنطي ورشها من الفانيليا رفعتهم على النار مجرد بس ان بدأوا يغلوا كده تقلت معانا شايفين قوامها كريمي جدا مش هعيزاها تتقل لدرجة ان هي تبقى يعني مسكة اوش نفسها لا انا عايزاها بشكل ما شايفينه ده عشان لما بتبرد بتتقل اكتر نركنها على جنب بقى ونشوف بقى هنعمل المكاشكيش هزي عندي هنا حوالي آآ نص كباية كده من السمنة هجيب صنوية كده وهبدأ ان انا قد حينفق بها السمنة بتاعتي هتهينها بالسمنة وبعد كده هحط ورقة من الجلاش وهتهينها كويس جدا بالسمنة بشكل انتو شايفينه ده احط ورقة كمان وتهينها بالسمنة برضو بالشكل ده كده وكمان ورقة برضو بفضل احط آآ الجلاش ورقة فوق ورقة وطبعا احط ما بينهم سمنة بشكل انتو شايفينه ده لحد ما اخلص نص كمية آآ الجلاش بتاعتي او اقل من النص ما بيش اي مشكلة يعني بشكل انتو شايفينه ده هنبدأ بقى نخلص كل الطبقات بتاعتي بالشكل ده كده بعد كده انا خلصت نص الكمية هنزل بقى بالكريمة سبتها طبعا لحد لما تبرد تماما وشايفين القوان بتاعها كريم جدا عشان كده كنت بقول لكم ما نتبهاش تغلي كتير وكمان ما نضيفش نشا كتير علشان تكون القوان بتاعها كريمي بالشكل انتو شايفينه ده يعني كوباية ونص من الحليب عليهم معلقتين من النشا او معلقة كبيرة هرمية يعني معلقتين من المسلوحين او معلقة كبيرة هرمية زي ما وردتكم في اول الفيديو هفرتها كويس جدا بالشكل انتو شايفينه ده طبعا الكريم شنطيه كمان بخليها كريمي اكتر شايفين الجمال وكمان تقدروا تستغنوا عنه لو مش متوفر عندكم هنضيف بقى كمان كده آآ بقى الطبقات بتاعتي بس طبقة واحدة وبعد كده بقى هنعمل بقى المروحة او الكاشكشة بالطريقة اللي هتشوفوها دي شايفين انا باخد ورقة كده وببدأ ان انا اعملها زي المروحة بالزبط شايفين هي دي الطريقة بتاعت المي كاشكشة شبه المروحة بتاعت زمان كده اللي كنا بنعملها وحنا صغيرين بالشكل ده كده وهبدأ بقى ارصهم جنب بعض واحدة واحدة لحد ما خلص كل الكمية هورديكم برضو معي شايفين الجبان زي ما انتو شايفين كده هبدأ اعملها يعني قتني واحدة برة واحدة جوة لحد لما ستكشكش معيها كلها بالطريقة اللي انتو شايفينها دي ونبدأ نرصها في الصينية بالشكل ده كده هنكمل بقى كل الكمية زي ما انتو شايفين كده انا كده خلصت كل الكمية بتاعتي وده شكلها النهائي في المرحلة دي بقى انا هكون ولعت الفرن على درجة حرارة وميتين وعشرة وهسيبه لمدة ربع ساعة يسخن تماما اهم حاجة الفرن يكون سخن جدا ده اللي هيخلي اللون بتاعها حلو جدا معنا نبدأ بقى كده نتينها كويس جدا من فوق بالسمنة لازم نتينها كويس جدا بالسمنة بالشكل ده كده دخلتها الفرن بقى اه على اول رف وسبتها لحد لما اخدت لون كويس جدا من تحت ورفعتها فوق الشواية اخدت لون كده ما اخدلش معايا بالضبط يعني دقيقة من فوق ومن تحت اخدت حوالي اه عشر دقايق على حسب الفرن بتاعك ممكن تقول معاكل حد التسعة بعد كده طلعتها ساقتها بالشربات البارد بالشكل اللي انتو شايفينه ده وقطعتها بالطريقة اللي انتو شايفينها دي شايفين اللونها اصلا وشكلها بجد طعمها خطير مش عارفة بيدفعوا فيها مبالغ كبيرة جدا عن رغم ان هي ما كلفناش كتير نضيف عليها بقى كده من فوق شوية سوداني لو عندك اي مقصرات تقدر اضيفي عليها لو عندك شوية سوداني بس كده تقدر برضو اضيفه عليها وممكن ما اضيفيش عليها اي مقصرات هي طعمها الوحده اصلا طحفة شايفين بقى الجمال عندك بقى حليب محلة مكسب هتحطيه كده في طبق الاول او هترشي او يعني هت هتسقيها من فوق كده بالحليب المحلة المكسب على حسب ما انت حاوزة او ممكن تعمل زي ما انا عملت كده ودي طريقة بتاعة بره بزبط نفس طريقة المحلات اللي بنشتريها من بره بجد طعمها خطير جدا عايزكم تجربوها وتكتبوه رأيكم في التعليقات ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش بقى شير ولايك وتكتبوه لي رأيكم في التعليقات ولو عايزين اعملكم اي مصفات جديدة اكتبوه لي رأيكم واشوفكم على خير في اه فيديوهات تانية كتير اه ويراب الفيديو اعجبكم وباي باي اشتركوا في القناة